اشتركوا في القناة متى يكون معدل التغير الموجب ومتى يكون معدل التغير السالب بداية مع هذا النشاط البسيط يبين الجدول المجاور عدد الرسائل الواردة الى بريد احمد الالكتروني بين عامي 1431 هجري و 1433 هجري اذا لدينا هذا الجدول يوضح عدد الرسائل عام 1431 كانت 210 رسائل او 210 بريد الالكتروني وعام 1433 كانت عدد الرسائل 238 رسالة السؤال الاول ما مقدار التغير في عدد الرسائل بين عامي 1431 هجري و 1433 هجري ما هو مقدار التغير كيف نحسب التغير في شيء ما دائما التغير يحسب بلن نحسب الجديد ناقص القديم الشيء الجديد ناقص الشيء القديم طيب الآن المطلوب التغير في عدد الرسائل بين عام 31 و 33 ايهما احدث 31 او 33 33 هي الاحدث اذا كم عدد الرسائل عام 1433 238 رسالة كم عدد الرسائل في 31 210 رسائل اذا عشان نحسب التغير نطرح الكمية الجديدة ناقص الكمية القديمة فيصبح 238 ناقص 210 فيصبح الناتج 28 رسالة اذا مقدار التغير 28 رسالة طيب السؤال الثاني ما مقدار التغير في عدد السنوات ايضا طبق عليها نفس الشيء عشان نحسب التغير في عدد السنوات السنة الاحدث ناقص السنة الاقدم فنقول 1433 ناقص 1433 والناتج بالتأكيد سوف يكون كم سنتان السؤال الثالث اكتب معدلا يقارن اكتب معدلا يقارن بين ماذا؟ بين التغير في عدد الرسائل والتغير في عدد السنوات نلاحظ السؤالين الاولين كانت تغير في الرسائل السؤال الثاني كانت تغير في السنوات السؤال الثالث كيف نكتب معدل يقارن بين التغير في الرسائل والتغير في السنوات؟ الكتابة معدل المعروف نحتاج ان نكتبه في بسط على صورة بسط ومقام فيكون 28 رسالة تغير في عدد الرسائل على سنتان وكم يصبح الناتج؟ 14 رسالة لكل سنة هذا النشاط البسيط بالثلاثة الاسئلة البسيطة لخص لنا درس معدل التغير عشان نحسب معدل التغير فاننا لا بد ان نوجد التغير في الكمية الاولى والتغير في الكمية الثانية ثم نكتبها على صورة معدل إذن ما هو معدل التغير؟ معدل التغير هو معدل يصف كيف تتغير كمية ما في علاقتها بكمية أخرى كيف تتغير كمية ما في علاقتها بكمية أخرى؟ يشرح لنا هل التغير إيجابي هل التغير سلبي هل هو التغير إلى الأعلى أم إلى الأسفل وإلى آخره؟ نشوف هذا المثال البسيط الآن مثال استعمل المعلومات المجاورة لإيجاد معدل التغير في عدد الرسالة الإلكترونية أيضا بين عامي 1430 و 1434 لدينا في هذا الجدول عام 1430 210 وسائل و 1434 262 رسالة المطلوب إيجاد معدل التغير لكي نوجد معدل التغير لابد أن نجيب التغير في الرسائل أول شيء نوجد التغير في عدد الرسائل ونوجد التغير في عدد السنوات طيب ما هو مقدار التغير في عدد الرسائل كما ذكرت لكم في النشاط السابق لكي نوجد التغير نطرح الكمية الجديدة ناقص الكمية القديمة كما الكمية الجديدة عام 1434 كم كانت عدد الرسائل 262 الكمية القديمة في عام 1430 كم كان العدد؟ 1210 إذن في البسط نكتب 262 ناقص 210 وفي المقام أيضا يكون التغير في السنوات أو في عدد السنوات أيضا نكتب السنة الحديثة ناقص السنة القديمة فنقول 1434 ناقص 1430 فيصبح شكل حتى كالآت إذن التغير في الرسائل 262 ناقص 210 اللي هي الكمية الحديثة ناقص السنة القديمة والتغير في السنوات 1434 ناقص 1430 نكتبها الآن على الصورة 262 ناقص 210 1434 ناقص 1430 الآن نوجد الناتج نطرح 262 ناقص 210 يساوي 52 رسالة و1434 ناقص 1430 يعطينا 4 سنوات الآن نريد أن نوجد الناتج 52 رسالة قسمة 4 سنوات إذن عندنا 52 رسالة في 4 سنوات طيب السنة الواحدة كم رسالة يكون الناتج 13 رسالة لكل سنة إذن البريد الإلكتروني لزميلنا يزيد 13 رسالة كل سنة إذن معدل تغير موجب في كل سنة يوجد زيادة لا يوجد ماذا نقصا طيب إذن بما أن معدل التغير موجب فإن البريد الإلكتروني لأحمد زاد بمعدل 13 رسالة ما بين عام 1433 و 1434 تدريب بسيط الآن ننتقل من الرسائل إلى الطول والعمر يقول لك يبين الجدول المجاور طول ثامر عندما كان عمره ثمان سنوات وأيضا 11 سنة ما هو المطلوب؟ أوجد معدل التغير في طوله خلال هذين العمرين أعطانا هذا الجدول ووضح فيه أن الطول بالسنتيمتر والعمر بالسنة فعندما كان ثامر عمره ثمان سنوات كان طوله 130 سنتيمتر وعندما كان عمره 11 سنة كان طوله 145 سنتيمتر عشان نجد المعدل التغير يقول لابد أن يكون فيه بسط ومقام على صورة معدل إذن البسط ماذا نكتب فيه؟ التغير في الطول والمقام التغير في العمر في الغالب في أسئلة معدلات التغير يكون المقام يختص بالأعمار بالزمن وإلى آخره دائما ما يخص الزمن يكون في المقام في الغالب طيب التغير في الطول كيف نحسب التغير في الطول؟ قلنا كلمة التغير تعني الشيء الجديد أو الشيء الحديث ناقص الشيء القديم طوله عندما كان عمره 11 145-145 وعندما كان عمره 8 سنوات 130 إذن نطرح نقول 145-130 والتغير في العمر أيضا الحديث ناقص القديم فنقوله 11 سنة ناقص 8 سنوات طيب كم تكون النواتج؟ 145-130 يساوي 15 وفي المقام 11-8 يساوي 3 سنوات إذن 15 سنتيمتر في الثلاث سنوات لكن نحن نريد كم معدل التغير في السنة الواحدة فبالتالي لابد أن نقسم 15 قسم الثلاثة فيكون الناتج 5 سنتيمتر لكل سنة إذن هل هذا التغير إيجابي موجب؟ أم تغير سلبي؟ بالتأكيد إيجابي موجب لأن الناتج كان 5 سنتيمتر في كل سنة إذن تغير موجب إذن يزيد طول ثامر 5 سنتيمتر كل سنة فهو تغير موجب الرسمة البيانية الموجودة عندنا لعدد رسائل إلكترونية من عام 1427 إلى عام 1430 وضحت أنه ميل المستقيم يميل بهذا الاتجاه أشتقل عندنا المعلومات هذه؟ يظهر معدل التغير الموجب من خلال ميل الخط إلى أعلى من اليسار إلى اليمين إذن إذا كانت عندي مسألة وفيها رسمة بيانية أستطيع أن أقرأ قبل لا أني أجاوب هل أن الميل حيكون موجب أو يكون سارب؟ طب متى يكون موجب؟ إذا جينا من اليسار طبعا غالبا التمثيلات البيانية تقرأ من جهة اليسار بدأت النقطة هنا ثم ارتفعت إلى اليمين إلى الأعلى ثم ارتفعت إلى الأعلى هذه موجب أما إذا معدل التغير السارب فيظهر عندما يميل الخط إلى أسفل إذا مال الخط إلى أسفل فيعتبر سارب وفي هذه الحالة معدل التغير كان موجب خلينا نشوف أمثلة على معدلات التغير قبل أن نقرأ أو نحل هذا المثال نريد أن ننظر إلى هذا التمثيل البياني بشكل سريع من غير التفاصيل نلاحظ أن الميل لو جينا من اليسار بدأ الميل المستقيم من هنا ثم إلى أسفل فبالتالي قبل لا نبدأ نحل نعرف أن الناتج سوف يكون سالب لأن الميل واضح يميل إلى الأسفل يبين الشكل المجاوري متوسط تكلفة أجهزة حاسوب خلال الأعوام 1418 و 1422 أوجد معدل التغير في التكلفة بين عامي 1418 و 1420 يجب أن نركز في الأمثلة الآن هنا في السطرة الأول يشرح لنا أن التمثيل يبين من عام 1418 إلى 1422 لكن ما هو المطلوب؟ إيجاد معدل التغير في التكلفة بين عامي 1418 و 1420 ثم نصف كيف يظهر هذا المعدل في الشكل طيب بداية نريد أن نشئ جدول للبيانات باستعمال إحداثيات النقاط الموضحة في الشكل نريد بمعنى آخر أن نستخرج المعلومات من التمثيل البياني الواضح أمامنا على صورة جدول الآن يبغى السنة 1418 كم كانت التكلفة؟ في عام 1418 نلاحظ نروح إلى الأعلى كم كانت التكلفة؟ 4500 ريال عام 1418 كانت التكلفة 4500 ريال طيب ما هو المطلوب الثاني؟ 1420 عام 1420 كم كانت التكلفة؟ نلاحظ نطلع إلى الأعلى 3500 ريال إذن المعلومات التي نحتاجها أوجدناها في هذا الجدول ليسر علينا طريقة الحل الآن طبعا مثل من تعرفين معدل التغير دائما التغير في التكلفة على التغير في السنوات وقلنا غالبا التغير في الزمن يكون في المقام والكمية الأخرى تكون في البسط طيب التغير في التكلفة على التغير في السنوات كيف نحسب التغير في التكلفة؟ كنا كلمة التغير تعني الجديد ناقص القديم فنقول 4500 و 3500 أي هما الحديث؟ أي هما الجديد؟ اللي هو عام 1420 3500 ناقص 4500 في البسط وفي المقام 1420 ناقص 1418 هذا الخطوة الأولى الخطوة الثانية نريد أن نطرح 3500 ناقص 4500 يطلع كم؟ سالب 1000 1420 ناقص 1418 يساوي 2 الآن سالب 1000 قسمة 2 كم يساوي؟ يساوي سالب 500 إذن التكلفة نلاحظ أنها في كل سنة تزيد أو تنقص حسب حلنا كان الناتج سالب فبالتالي التكلفة تنقص عن كل سنة إذن بلغ معدل التغير سالب 500 ريال في السنة وهو سالب لأن تكلفة جهاز الحاسوب تناقصت بين عام 1418 و 1420 وهذا ما قلناه في بداية المثال قلناه من الواضح من التمثيل البياني أن الناتج سوف يكون سالب لأن الرسمة لما نجي من جهة اليسار نلقاها نزلت إلى أسفل وهذا واضح في الشكل من حيث يظهر الخط مائلا في اتجاه الأسفل من اليسار إلى اليمين إذن الآن لدينا تغير أو معدل تغير سالب لأن استطعنا أن نقول ذلك قبل أن نبدأ الحل بسبب التمثيل البياني خلينا نأخذ هذا التدريب البسيط أيضا من الشكل المجاور أوجد معدل التغير بين عامي 1420 و 1422 في المثال السابق أخذنا المعلومات ونظبناها في الجدول الآن نريد أن نأخذ المعلومات مباشرة من الرسم البياني طبعا معدل التغير عندنا كميتين التغير في التكلفة والتغير في السنوات وقلنا دائما يكون المقام باختص بالزمن طيب كما التغير في التكلفة؟ ما هي الفترتين عام 1420 و 1422؟ أيهما أحدث 1422؟ طيب إذا عام 1422 كم كانت التكلفة؟ 3000 طيب عام 1420 كم كانت التكلفة؟ 3500 إذن نطرح 3000 ناقص 3500 وفي المقام 1422 ناقص 1420 الآن نوجد الناتج 3000 ناقص 3500 يساوي سالب 500 على 2 إذن سالب 500 ريال على سنة 2 طيب في السنة الواحدة كم يكون التكلفة؟ كم تكون؟ 250 ريال في السنة الواحدة إذن تقل التكلفة 250 ريال في كل سنة وإحنا استطعنا أن نقرأ ذلك ونقول أن الناتج سوف يكون سالب لأن معدل التغير في الرسمة أو لأن الميل في الرسمة كان يدل على أن الناتج سوف يكون سالب لأنه هنا بدأ ومن ثم حصل نزول فبالتالي الناتج سوف يكون سالب إذن بلغ معدل التغير سالب 250 ريال في السنة وهو سالب بالتأكيد لأن تكلفة جهاز الحاسوب تناقصت بين عامي 1420 و22 وهذا واضح في الشكل حيث يظهر الخط مائلا في اتجاه الأسفل من اليسار إلى اليمين هذه الصورة تلخص لنا بعض الرسمات التي تختص بمعدل التغير هذا يكون مائل إلى الأعلى كيف مائل إلى الأعلى ملاحظة مهمة يجب أن يقرأ التمثيل البيان من جهة اليسار الآن بدأ هنا نأتي من اليسار كأننا نقرأ اللغة الإنجليزية من اليسار بدأ الميل المستقيم من هنا ثم صعد إلى أعلى فبالتالي هذا مائل إلى الأعلى هنا أيضا نأتي من اليسار فإن البداية كانت هنا ثم نزول إلى الأسفل إذن هذا سالب يتناقص أما هذا أفقي فميل لم يتغير إذن في درسنا لهذا اليوم تعرفنا على معدل التغير هو وقلنا أنه يصف كيف تتغير كميتين وقلنا حيانا يكون هذا معدل التغير موجب ويكون الميل بهذا الشكل إلى الأعلى وحيانا يكون معدل التغير سالب ويكون الميل بهذا الشكل إلى الأسفل طيب كيف نوجد معدل التغير؟ قلنا نطرح الكمية الأخيرة دائما من الكمية الأولى في كل من البسط والمقام والمقام يختص دائما بماذا؟ ويكتب الفرق في الزمن دائما فين في المقام هذا ما كان لدينا اليوم أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم معنا في هذا الدرس شكرا لكم حسن استماعكم وإنصاتكم ونراكم بإذن الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة